أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على القيم المشتركة بين مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة والمبنية على التعاون المشترك والعلاقات الطيبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقال معالي أن زيارة جلالة الملك المفدف إلى ماليزيا الشقيقة تأتي بناء على دعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك مملكة ماليزيا ودولة السيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي مؤكدا معالي على أهمية البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الزيارة الناجحة لجلالة الملك المفدى لماليزيا الشقيقة فيما أكد سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة البحرينية الماليزية لمتابعة وبحث وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية والاقتصادية وكذلك العسكرية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي وأشار معالي وزير الخارجية إلى أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة البحرينية الماليزية حيث تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع خلال الشهرين القادمين وقال معالي أنه بناء على توجهة جلالة الملك السامية سيتم فتح سفارة بحرينية في ماليزيا وذلك لتعزيز دور العلاقات البحرينية الماليزية ولخدمة مصالح المواطنين وقال معالي الوزير أن هناك فريق فني من الوزراء سيبحث سبل اتباع الإجراءات لفتح السفارة خلال الشهرين القادمين مشيرا معالي بأن البلدان متساويان من حيث التعايش والانفتاح والتسامح الديني وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن فخره بما حققته ماليزيا من تقدم وتطور في العديد من المجالات مؤكدا على أهمية المباحثات التي أجرها مع صاحب الجلالة سلطان ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي والتي ستعمل على دفع العلاقات خطوات كثيرة إلى الأمام في خطوات الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين فيما أعرب معالي وزير الدفاع الماليزي عن فخره واعتزازه بأن يكون هو الوزير المرافق لجلالة الملك خلال هذه الزيارة والتي أعطته فرصة بأن يشهد حرص جلالة الملك على التقريب بين البلدين والشعبين الشقيقين وأكد بأن جلالة الملك المفدى قائد حكيم يعمل على دعم وتطوير بلاده بعد ذلك أجاب معالي وزير الخارجية ووزير الدفاع الماليزي على أسئلة واستفسارات الحضور